كشي عن السامسونج جالاكسي زي فول 3 والزي فليب 3 ستكلم عنه بهالفيديو يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد وعريكي كل اثنين دقيقتين وراح يكون عندنا حلقة خاصة اليوم تقرير كامل هذه الحلقة رح تكون موجهة حق القنابل والتسريبات اللي طلعت أمس كل ما يخص السامسونج جالاكسي زي فول 3 والزي فليب 3 رح انتتطرق له بهذا الفيديو فتأكد ان انك انت تشوف الفيديو للأخير اذا انت تحب تعرف اخر الاخبار عن اقوى تلفون قابل للطيلي شكلها رح يكون خلال هذه السنة وتأكد انك تشوف الرابط مال الراعي رح يكون موجود تحت اكيد برعاية Gintoshap يزاهم الله خير يوزروا لك منتجات وايض قوية نفس قوي وأكيد غيرها من المنتجات العموم نبلش الان بس نحط لك التايمير رح يكون موجود صوب هالمرة وخنتكلم عن الزي فول 3 الزي فول 3 يا جماعة الخير يتسرب في صور واضح انه اهي شبه رسمية من الظاهر NDA واحد كان حاضرة وما التزم بالشروط والقوانين اللي قاعد نشوفه هني وهو خلف جهاز سامسونج جالاكسي زي فول 3 واللي رح يبين على طول من خلفية الجهاز انه اولا عندنا شكل كاميرات رح يكون يديد الحني تسريبات تقول ان الكاميرات رح تكون بالضبط نفس الكاميرات الموجودة على السامسونج جالاكسي اس 21 فما عندنا ميو ثماني ميجابيكسل وغيرها رح يكون عندنا ارواع ستين اثناعش واثناعش وفيه لون يديد رح يكون عندنا لون اسود ومادري ليش حاطينهم بهذا الشكل الصفة مالة التليفونات كان اي بيين لك انها رح يكون عندنا ثلاثة احجام بس احنا فعلا رح يكون عندنا حجم واحد حق التليفون وراح يكيب ثالث الوان عندنا زيتي الاسود ولون السيلفر او الابيض الفاتح شكله وكلهم رح يقولك باللون المطفي وهذا شيء ممتاز ومناسب مثل ما شفنا على السامسونج جالاكسي زي فولت اصدار الثاني بس المفاجأة يا محفوظين السلامة ان الكاميرا الامامية مالة الشاشة الكبيرة الداخلية رح تكون under display camera بما معناه انها رح تكون تحت الشاشة تماما هذا معناته يا جماعة الخير ان السامسونج جالاكسي زي فولت ثري رح يكون اول تليفون بالعالم بشاشة قابلة للطي والكاميرا تكون تحت الشاشة واول تليفون بالعالم من شركة سامسونج يبلك التقنية ذاتها شفنا احنا شركة ZTE طبق على تليفون ميد رينج بس فعليا على هاتف رائد هذه اول مرة رح نشوف كاميرا تحت الشاشة موجودة على تليفون سامسونج جالاكسي زي فولت ثري وهذا الشيء للامانة يحمس بشكل وايدي كبير اولا رح يعطيك الواجهة الامامية كاميرا مالة الشاشة بدون اي خرن بدون اي نوع النوتش او القذلة او غيرها من الامور اللي قاعد نشوف احنا اصلا شركة واوي طبقتها وشفنا شركة شامو طبقتها بس بدون كاميرا فعلية هنا سامسونج رح تعطيك الكاميرا بشكل العصري انه بدون لا يكون عندك انت اي نوع من النتوء او من القذلة او حتى من الفتحة مالة الكاميرا نفسها فمن ناحية الشاشة الداخلية مالة سامسونج جالاكسي زي فولت ثري اليديد فيها رح يكون انه الخرم مال الكاميرا رح يختيفي تماما الكاميرا رح تنتقل الى تحت الشاشة وشي الثاني ان الطبقة مالة الاولترا ثن غلاس لاير اللي رح تكون موجودة رح تساعد علشان تقدر انت تدون على التليفون بدون لا تحاتي انه يجروح لك الشاشة كوننا هذي الشاشات مالة القابلة للطي متانتها ما رح تكون لنس متانة التليفونات التقليدية والمفاجأة الثانية يا جماعة الخير انه رح يدعم القلم رح تقدر من خلال الشاشة الداخلية انك تدون مع الاسبن اللي ما رح يكون معاه من داخل التليفون بس رح تقدر انك انت تتحافظ على القلم مع التليفون نفس طريقة السامسونج جالكسي اس 21 اولترا هذا بكل بساطة قدرت تسوي لك يا شركة سامسونج انه هي تحط لك شاشة اولترا ثن غلاس طبقة من الزجاج الرفيع جدا يكون موجود على واجهة التليفون علشان يقاوم لك القلم لما تيتا بتكتب انت عليه كل من يدري ان الشاشات قابلة للطيح حاليا اغلبها اللي موجودة بالسوق باستثناء السامسونج جالكسي زي فليب 5G والسامسونج جالكسي زي فليب العادي وحتى السامسونج جالكسي زي فولد 2 هذين التليفونات الوحيدة حاليا بالعالم اللي اتيها عليها طبقة اولترا ثن غلاس موجودة مع الشاشات القابلة للطيح والزي فولد 3 رح يحسن لك عليها بشكل افضل عشان تدعم لك القلم نفس اللي شفناه مع السامسونج جالكسي اس 21 اولترا فهي الخبرين بروحهم بحد ذاتهم يخلوني سامسونج جالكسي زي فولد 3 للامانة يكون تليفون جدا جبار يدعم لك القلم كاميرا رح تكون مخشوشة تحت الشاشة هذا بحد ذاته يعدلك تجربة المستخدمة بشكل وايد اكبر ويزيدلك من ناحية الانجازية وننتقل الى حين حق التسريبات الثانية اللي تخص سامسونج جالكسي زي فليب اصدار الثالث رح يكون عندنا شاشة امامية او خارجية وايد اكبر من الموجودة على سامسونج جالكسي زي فليب والزي فليب 5 جي اللي حالي الموجودين بالسوق الكاميرات صارت بالطول بدلات تكون ايها بالعرض وصار عندنا لغة التصميم المختلفة هني اللي رح يكون عندك اسود على كل لون اللي انا صدقني رح يتوفر منه الوان وايد كثيرة ثمان الوان بالتحديد اللي قاعد نشوفهم هني بالصورة رح يكون لون البنفسي جي لون الازرق الغامج او هذي يمكن لون الاخضر وعندنا لون الاسود مع لون الابيض ومثل ما انت شايفين لغة التصميم اليدي دمالة التليفون رح يكون مسطح اكثر من على الجوانب وبنفس الوقت الاسود اللي رح يكون موجود من فوق التليفون اللي رح يكون في الشاشة زائد الكاميرات انا شوف هذي خطوة موفقة حق لغة التصميم كون ان الشاشة شكلها بالخارج بدون لا يكون عندك هذا الحافة ممكن يكون شكلها سيء بالذات اذا قاعد تستعمل التليفون بلون غير لون الاسود يعني دخيلوا معي هذي الشاشة الصغيرة اللي موجودة هني دائما رح تكون موجودة على هذي الهيئة حتى انت ما كنت قاعد تستعملها اللي سويتها السامسونج ان حطتلك هني كله يكون لونه اسود فشاشة تختفي مع الجهاز وتصير جزء من لغة التصميم انا شوف خطوة موفقة عشان يكبروا لك الشاشة وبنفس الوقت يخلون لغة التصميم مالة التليفون تكون وايض احلى غير جديد التليفون الظاهر رح ييين بنفس الابعاد هذي صورة ثانية كاهة المسربة المكتوب هني يبين انه رح يكون في عندنا ثمن الوان بالتحديد رح تكون موجودة مع اصدار اليديد من جالاكسي زي فليب ثري اللون الابيضة شكله نار يذكرني بالباندا مع الجوجل حتى لون الرمادي المطفي كل الوان شكلها رح تكون قوية بسببت انهم احطوا هذه الحركة الخط العريض الاسود علشان تكون في الشاشة ما تخرب لك شكل الجهاز حتى لما تكون مطفية والكاميرات رح يكونونها مبعد هاوز او مبدد بنفس المكان هذا ككلوس اوب او صورة تقريبية اكثر يبين لك شون انه جنب الجهاز الشكل رح يكون مسطح اكثر عشان يعدل مسكة التليفون وبنفس الوقت تحس انه اهو يشارك نسبيا لغة التصميم الموجودة على السامسونج جالاكسي زي فولد ثري فالظاهر يا جماعة الخير اللي رح نشوفها بالمؤتمر الخاص بالتليفونات القابلة اللي طيب من شركة سامسونج رح يكون ملغوم من ناحية الاعلانات الحين المتوقع ان احنا ما نشوف اعلام فعليا حق سامسونج جالاكسي نوت 21 الى الان ما في تسريبات او شيء ملموس اذا هذا التليفون رح يتوفر خلال هذه السنة وجزء كبير من نسالفة انه دعم القلم حق الزي فولد ثري والأست 21 أولترا يبين لك اكثر توجه سامسونج انه هما مثلا يدمجوا لك سلسلة النوت شغلة تكلمت عنها وايد بس فيديوهات السابقة مع سلسلة الفولد او يخلو ركيها مع فئة الاس والخيار يكون لك بالنهاية اي واحد انت تبي تاخذ اشياء الثانية خص التليفونات انه قاعد يقولون ان الكاميرا رح تكون مبنية تحت الشاشة الظاهر رح تكون موجودة على جمب كون انه هما قاعد يبين لونه نهني انه قاعد تستعملها بهذه الوضعية والسامسونج جالاكسي زي فلوب 3 رح يبلك غوريلا غلاس فيكتس اللي هو غوريلا غلاس 7 من الخارج عشان يعطيه متانه اكثر لما تستعمل التليفون كون ان الجهاز اصلا من الكامل من الخارج رح يكون مصنوح من الزجاج الشاشة المتوقعة حق السامسونج جالاكسي زي فلوب 3 تكون نفس الحجم الموجودة على السامسونج جالاكسي زي فلوب والزي فلوب 5G حجمها 6.7 بوصة بس واخيرا تصير تدعم لك تردد العالي اكيد الـ 120 هرتز اما من ناحية ابعاد الشاشة الموجودة على سامسونج جالاكسي زي فولد 3 ما في كلام عن هذا الشي المتوقع انه يبلك نفس الابعاد الموجودة على سامسونج جالاكسي زي فولد 2 إليها تعتبر 7.6 بوصة بدون خرم بدون كاميرا بدون شيء وأتوقع أنه ممكن يكبرونها شوي بس علشان يخلون الشاشة الكبيرة الخارجية تصير تقدر تستعملها بشكل أفضل كون أنها حالياً الاسبالك ريشو مالها ويد مطول أكثر من أنه هو عريض ممكن نشوف سامسونج أنه يتكبر لك التريفون شوي علشان يخلون الشاشة الخارجية تصير متناسقة مع التطبيقات بشكل أفضل مع الإعلان الرسمي اللي تواصل في تاريخ ذمانية عشرين و أربعة من ناحية اللابتابات اللي يتيب لكها شركة سامسونج أغلقت لك المنظومة بشكل ويد كبير والتحمس اللي صاير الحين على سالفة الزي فلب 3 و الزي فول 3 خليني أنا خدكر لشان أصلاً دشيت بهذا المجال أساساً تقنية يا جماعة الخير عالم جداً جداً جميل ياريت تشاركني انت براك تحت هل أنت متحمس هك هذه التليفونات لان حتى المفروض اسعار لا تتجاوز لسعار الموجودة التليفونات إذا حاليا موجودة بالسوق فإن شاء الله مفروض يكون هناك متناول أيادي أكثر من الناس أنها تقدر تجلب التليفونات وتكون قابلة للطبي ياريت تشاركني براك تحت هل أنت متحمس هك هذه التليفونات هل أن تسعم tiene الشاشته من الناس متετεوم Abdullah A ك estava هذا الواضح المستقبل إلى الأمام ولا لا ويكيد لا تحرموني من دعمكم إذا أنت من الناس اللي قاعد تشوف هذه الفيديوهات بس مو مشترك ياري تضغط على الزر الأحمر وتفعل جرس التنبيهات عشان تكون من الأوائل يشوف الفيديوهات الرهاية ودائماً وأبداً مشكورين على الدعم متوقع بس سامحونا على إطال الكسور سلامتكم ونتعيشون أحمد بعركي فمالله الكريم